اشتركوا في القناة الذي شرع في الصيام تداء من دخول الشهر إلى تمامه لا يجوز له أن يقطع ذلك إلا بعدر شرعي كأن يكون مريضا لا يستطيع مواصلة الصيام أو أن يكون مسافرا كذلك السفر علة ورخصة للإفتار أما ما دون ذلك إذا لم يكن هناك لا سفر ولا مرض فلا يجوز للإنسان أن يقطع صومه متأولا قائلا بأنني سأقضي أفتر الآن أنا اتعبت من الصيام وجدت مشقة وإنما أفترت لإقضيه بعد رمضان هذا لا يجوز لو يأكل يوما من رمضان يترتب عليه القضاء ذلك اليوم زائد الكفارة إذن تتابع في رمضان واجب والتتابع أيضا في الكفارات والكفارات عندنا تكفارة انتهاك حرمة رمضان كفارة القتل خطأ وكفارات الظهار يعني معناها هذه الكفارات من يصومها يجب أن يكون الصوم متتابعا ستين يوما لا يقطعها ولو صام 59 يوما في الشهور القمرية إذا كان 30 متتابعين لو يصوم 59 يوما ويفتر النهار الستين يعيد صومه من جديد فتعتبر هذه الكفارة غير تامة إذن التتابع في الكفارة واجب أما في قضاء رمضان يعني من كان مريضا أو على سفرين وأفتر لعلة المرض أو السفر هذا يقضي على قدر المستطاع فاتقوا الله إن استطعتم يقضي يوم في الأسبوع يومين في الأسبوع نهار بنهار كصيام داود عليه السلام فيجوز أن يقضي في الشهر يومين ثم في يوم الشهر يومين يعني المهم أن يقضي قبل حولان الحول قبل دوران رمضان الثاني يقضي ويقسم هذه الأيام يقضيها ما تستطاع والله ولي التوفيق إنه ولي ذلك والقادم